اكد سعادة السيد ياسر بن ابراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء حرص مملكة البحرين على مواكبة احدث المستجدات في مجال الطاقة المتجددة من منطلق التزامها بدورها في منظومة المجتمع الدولي وتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة منوها بأهمية توحيد الجهود والأهداف لتطوير المواصفات القياسية في مجال الطاقة جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعادته في ختام أعمال اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات الطاقة المتجددة وتقنيات تخزينها حيث أثنى على الجهود المخلصة التي قام بها أعضاء اللجنتين الفنيتين الخليجيتين لمواصفات الأجهزة الكهربائية والألكترونية ومواصفات الطاقة المتجددة وتقنيات تخزينها وقال أحمدان إن توسع في استخدام الطاقة المتجددة يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويصب في إطار التزام مملكة البحرين بهدف الوصول للحياد الصفري وخفض نسبة انبعاثات الكربون مشيرا إلى أن العمل يتم بشكل دووب على تحقيق الأهداف المرجوة من خطة مملكة البحرين للطاقة المتجددة وخطة كفاءة الطاقة يذكر أن مملكة البحرين استضافت على مدى أربعة أيام عمال الاجتماع الثلاثين للجنة الفنية الخليجية للمواصفات الكهربائية والألكترونية والاجتماع التاسع للجنة الفنية الخليجية لمواصفات الطاقة المتجددة وتقنيات تخزينها بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من ممثلي الدول الأعضاء هذه الاجتماعات هي الاجتماعات الدورية التي تقوم بها الهيئة الخليجية للمواصفات وتشمل عدد من اللجان الفنية التي تقوم بإعداد المواصفات الخليجية وجود الجهات الحكومية تدعم عمل مثل هذه اللجان يعتبر أمر جدا مهم وأنا أحب من هذا المنبر أن أشكر دعم سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء على رعايته لهذه الاجتماعين ودعم الكامل لعملهم خلال الفترة الأيام التي طافت ومتأكدة أن نتاج هذه اللجانتين سيصب بشكل كبير في أهداف مملكة البحرين للوصول للحياد الكربوني الصفري وأيضا لدعم كفاءة الطاقة في البحرين وإدخال الطاقة المتجددة ضمن خطة الطاقة في البحرين في هذا الاجتماع ناقشنا العديد من المواصفات القياسية الخليجية وطبعا نهدف في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لتوحيد المواصفات القياسية الخليجية لمستوى دول مجلس التعاون مساهمة في رفع جودة وكفاءة المنتجات المرتبطة بهذه اللجنتين قمنا بالعديد من الزيارات لمشاريع الطاقة المتجددة في مملكة البحرين الحقيقة الاجتماعات تضمنت أيضا زيارة ميدانية طلعنا فيها على تجربة مملكة البحرين في مجال الطاقة الشمسية الحقيقة تجربة جيدة وتجربة مميزة سعدنا بيطلع على هذه التجربة لا شك وهذه التجربة مخرجاتها تنعكس على أعمال اللجنة الفنية وتساهم في تطوير المواصفات القياسية السعودية على أيضا المستوى الخليجي ترجمة نانسي قنقر